السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض كيكة صحية سهلة وسريعة التحضير طعمها جميل جدا من غير اي نوع دقيق خالية من الجلوتين وكمان من غير مواد دهنية وهنعملها كمان من غير منتجات البان صحية وطعمها جميل جدا مناسبة للضيت العادي وكمان مناسبة لمرض حساسية الجلوتين وحساسية الالبان هنعملها كمان من غير سكر ومكوناتها ما بترفعش مستوى السكر في الدم يعني مناسبة لمرض السكري ومقاومة الانسلين طريقة تحضيرها سهلة وطعمها جميل جدا يلا بينا نشوف طريقة العمل هنبدأ دلوقتي بالطريقة هلطول انا هعمل الوصفة دي من الموز معايا موزة واحدة حجمها متوسط ويفضل استعمال موزة مستوية لان احنا مش هنحط سكر ولا عسل في الوصفة ولا حتى سكر ضايت هنستعمل للتحلية موزة واحدة فانا هستعمل في الوصفة موزة واحدة حجمها متوسط وتكون مستوية بالشكل دا طيب بالنسبة لمرض السكري بالنسبة للموز والمرض السكري فالموز مناسب لمرض السكري بس لو اكلنا منه كمية بسيطة يعني مرض السكري ممكن يكن rumah واحدة حجمها متوسط في اليوم مش اكتر من كده وطبعا انا استعملت في الوصفة موزة واحدة حجمها متوسط هعمل بها كيكة هتتقطع لاربع قطع حجمها كبير يعني القطع الوحدة هيكون فيها اقل من ربع موزة فما فيش اي مشكلة والوصل ان شاء الله وناسبا مرضى السكري يلا بينا بقى نكمل طريق تحضير الوصل خلاص كده حطينا موزة واحدة حجمها متوسط في طبق صغير هنضيف عليها بقى دلوقتي بيضة واحدة صغيرة ونضيف عليهم برضو دلوقتي تقريبا كده نصف معلقة صغيرة من الفانيليا السيلة وبعد كده هنحط عليهم بمعيار معلقة الطعام معلقة كبيرة مليانة من زبدة الفول السوداني زبدة الفول السوداني دي انا بعملها في البيت بطريقة صحية جدا من الفول السوداني بس مش بضيف عليه اي اضافات تانية وعملت الفيديو ده من فترة على القناة حطولكم الرابط بتاعها في صندوق الوصل هنجيب بعد الوقتي الهند بلندر او ممكن تحطوا الحاجات دي في الخلاط او في الكبة ونفرمهم ناعم مع بعض كويس بالشكل ده بحيث ان ما يكونش فيه اي قطع من الموز وكمان زبدة الفول السوداني تختلط كويس كده مع المكونات التانية وده بيكون القوام بتاعها بيكون معانا بالشكل ده هنضيف عليهم بقى دلوقتي المادة الجفة معانا وهي عبارة عن مبشور جوز الهند هنحط بمعيار المعلقة القياسية او معلقة الطعام هنحط بمعيار المعلقة القياسية الكبيرة تلات معالق كبار مليانين من مبشور جوز الهند للناس اللي هتعوز بديل لمبشور جوز الهند ممكن تحطه مطحون اللوز ممكن تحطه مطحون السمسم او كمان ممكن تحطه الشفان مفيش اي مشكلة يعني لحسب ما انتوا عايزين بس الوصفة زي ما هي كده تطعمها لايق على بعضه تطعمها لذيذ جدا بعد كده حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر وكمان هنحط الخل الخل هنا علشان يخلي الكيكة هشة معايا حطيت تقريبا نص معلقة صغيرة من الخل الابيض وهنقلب بقى دلوقتي الحاجات دي كلها مع بعض كده بالمعلقة لغاية لما يختلطوا مع بعض متخيلين ان هي دي بس مكونات الكيكة محطناش اي نوع من انواع الدقيق خالية من الجلوتين وكمان من غير اي منتجات البان بتكون جاهزة معانا بقى بالشكل ده وده بيكون القوام المطلوب يلا بينا بعد الوقتي نجاهز احلى واجمل كيكة ممكن تكلوها بطريقة صحية انا هجيب بعد الوقتي اللي هو طبق الفويل ده ده طبق فويل مقاس صغير المقاس بتاعه مقاس 16 ممكن تعملوه في اي صنية متاحة عندكم وحطيت بقى ورقة زبدة كده في القوع بتاع الصنية دي ايه وهبدأ بعد الوقتي احط الخليط بيكون معانا القوام بالشكل ده لو هتحطوا اي بديل من اللي انا قلته لازم توصلوا للقوام يكون معاكوا بالشكل ده حطيت بقى دلوقتي الخليط بتاع الكيكة ممكن نكتفل غاية المرحلة دي او تزينوها زي ما انتوا عايدين بصراحة انا محبتش ان انا احط اي نوع من انواع المقاسرات ولا زينها خالص علشان ما نعليش السعرات الحرارية للوصفة هنمسك بقى دلوقتي الصنية دي ونخبطها على الرخامة بالشكل ده كده علشان الخليط يتوزع معانا كويس وبعد كده يلا بينا نسوي الكيكة بتدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفرن وده شكلها معانا بعد ما خلاص كده تقريبا استود بتقعد بالزبط 15 دقيقة او لغاية لما تبدأ تتحمر من الاطراف كده بعد كده بنقفل الفرن ونشغل الشواية علشان نحمر الوش بتاعها وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا رحتها كانت مالية البيت بجد تحفة الوصفة سهلة ومكوناتها بسيطة وعلشان نتأكد ان هي مستوية معانا ما يكونش فيها اي سوائل هنجيب كده الخلة او السكينة او اي حاجة وندخلها في نص الكيكة كده لو طلعت معانا ناشفة من غير اي سوائل يبا هي كده مستوية كويس قوي هنسيبها بس تبرد حاجة بسيطة كده وبعد كده هنبدأ نطلعها من القلب هنجيب بعد الوقت اثباته لها او سكينها او اي حاجة كده ونتأكد ان الكيكة سايبة معانا الصينية خالص بالشكل ده وبعد كده هنقطع الطرف بتاع الصينية وهنشيلها بالراحة كده بتطلع معانا بمنتهى السهولة شايفين ما شاء الله طلعت معانا بمنتهى السهولة والكيكة هشة وجميلة جدا هنشيل بعد الوقت ورق الزبدة اللي احنا حطناها في الاول كده لازم نستعمل ورق زبدة نوع كويس عشان يطلع معانا بسهولة هنشيله بعد الوقت بالراحة كده وخلاص كده بتكون الكيكة جاهزة معانا ان احنا نقدمها وقبل ما نزين الكيكة انا هرد على السؤال اللي هيجيلي في اول التعليقات ينفع نسوي الكيكة دي في المايكرويف عادي ما فيش اي مشكلة ممكن ان انتو تحطوها في اي قالب او صينية كده تدخل المايكرويف وازبوضوا المايكرويف على 3 دقايق وتطلع معاكم مستوية وزاي الفن لو لوقتها مش مستوية اول ممكن تزودوا كمان دقيقة وللناس اللي عايزة تسويها في الارفراير برضو تدخل الارفراير على درجة حرارة 160 بتوغط تقريبا 15 دقيقة نفس تقريبا كده الوقت بتاع الفرن وبتتحمر وبتطلع زي الفرن دلوقتي بقى يلا بينا نقدم ونزين الكيكة بتاعتنا انا حبيت بقى احط كده تزيين بسيطة على الكيكة فانا هرش عليها من فوق رشة بسيطة كده من مبشور جوز الهند طبعا ممكن تزيينوها باي حاجة انتو عايزينها وانا بقدمها كده قبل ما قطعها حسيت ان الطعم بتاعها محتاج كمان رشة بسيطة من الارفرا رشة بسيطة اوي فرشيت كده رشة بسيطة من الارفرا طبعا الحاجات دي كلها اختياري ممكن تخلوها سادة او تحط على وشام قصرات قبل ما تدخلوها الفرن او تزيينوها باي طريقة انتو عايزينها ودلوقتي بقى يلا بينا نشوف الكيكة بتاعتنا والقوام بتاعها وزاي هي جميلة جدا وهشة ومنتفخة كده ما هياش مكتومة وبعد كده هقولكو كمان السعرات الحرارية للكمية كلها والقطع الوحدة قد ايه هاجيب بقى دلوقتي سكينة وهقطعها بالشكل ده انا هكتفي بس ان انا اقدم معاكو قطع من الكيكة الكيكة دي حجمها كبير من صغير ممكن ان احنا نقطعها اربع قطع حجمها متوسط بالشكل ده وعلى فكرة القطع الوحدة مرضية وحجمها مناسب وكمان طعمها لذيذ قوي بتكون معانا بقى الكيكة هاشة كده زي ما انتو شايفين ما هياش مكتومة ابدا ومرتفعة وطعمها لذيذ قوي ومش هتحسوا ابدا ان هي محتاجة اي تحلية الموزة بصراحة ضبطت الطعم خالص مع الارفة وده بيكون القوام بتاعها جميلة جدا زي ما انتو شايفين كده دلوقتي بقى يلا بينا اقولكو ازاي نقسم الكيكة دي وازاي نعرف السعرات الحرارية لكمية كلها وكمان للقطع الوحدة الكيكة دي مقاس 16 يعني حجمها كبير من الصغير فهجيب بقى دلوقتي سكينة وهقطع بقى دلوقتي الكيكة دي لاربع قطع حجمها متوسط بالشكل ده ممكن تقطعها اكتر من كده لو انتو عايزين بس هي كفاية اربع قطع الكيكة كاملة من غير تزيين سعراتها 352 صار حراري تقريبا هنقسمها اربع قطع حجمها متوسط بالشكل ده هتكون القطع الوحدة 88 صار حراري تقريبا و8 جرام كار الوصفة سهلة ومكوناتها بسيطة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية اشتركوا في القناة